استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نتائج الدراسة الاقتورية لمنظومة التأمين الصحي الشامل التي أعدتها وزارة المالية قال مدبولي إن الحكومة تهدف إلى استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل وهو ما يؤكد أهمية الدراسة الاقتورية التي تحدد المثار الأكثر توافقاً مع مستهدفات الدولة في امتداد المنظومة وتحقيق رؤية القيادة السياسية في ضغط الجدول الزمني لإنجاز المشروع اشتركوا في القناة